ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا العلاقات العريقة والعمقة التي تجمع بين البلدين والتي تخلد الذكرى المئوية الثانية لأول بعتة ديبلوماسية للولايات المتحدة إلى المغرب وأشار إلى أن المغرب شارك مقرب للولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية مبرزا أن المملكة تشارك سنويا إلى جانب الولايات المتحدة في أكثر من مئة التزام عسكري بما في ذلك تمرين الأسد الإفريقي أكبر مناورة عسكرية في القارة وذكر السيد هودا في السياق ذاته بتوقيع البلدين خلال العام الماضي على خارطة طريقنا لتعزيز التعاون في مجال الدفاع مدتها عشر سنوات مشيدا في هذا الصدد برمز لتعاوننا الاستراتيجي الطويل الأمد وبفي معرض كلامه تطرق إلى العلاقات الاقتصادية التنائية وأشار السيد هود إلى أن المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقيات لتبادل الحر مع الولايات المتحدة وهو الاتفاق الذي يخلد هذه السنة الدكرى الخامس عشر لدخوله حيز التنفيذ ومدى قائلا نحن وشركائنا نعتبر المغرب بوابة للقارة الإفريقية نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر